اعلن سعادة الشيخ شام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن ابرامي محافظة سانت بطرسبورغ الروسية لست مذكرات واتفاقيات تتنوع بين تعاون وتفاهم مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين جاء ذلك خلال كلمتين القاها سعادة محافظة محافظة العاصمة في اجتماع جمعه بالسيد جورجي بولتفشينكو محافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية الذي يرأس وفدا روسيا رفيع المستوى يزور المملكة لاربعة ايام وكذا سعادة الشيخ شام بن عبد الرحمن الخليفة في كلمته طلع المحافظة دائما الى تعزيز شراكة طويلة الاجل مع محافظة سانت بطرسبورغ الروسية من خلال تحقيق اهداف مذكرة التعاون الموقع مسبقا بين الجانبين في اطار ابرام المزيد من المبادرات والانشطة والمشروعات المشتركة التي تزيد من معدل المنفعة بين البلدين الصديقين والسعي قدما لتنفيذ مقترح توقيع اتفاقية التوأمة بين المدينتين منوها بان التوأمة تعتبر خطوة متطورة بعد مذكرة التعاون ليكون ذلك ملبيا لمستوى الطموح الذي يسعى اليه الطرفان من جهة ولضمان تهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات المتبادلة وتعزيز مشاركة الكيانات الاقتصادية من جهة اخرى اشتركوا في القناة